والله المجتمع التونسي والتونسي صادق في كيديبيا سيدخودي معنيها بالنسبة اللي قالتو خاطر ما هي تعرضت البرشة تعرضت الحملة كبيرة والتي تدافع على نفسها طيب بعد نرجع للموقفها منسا أما فهم الشخصية الأساسية بالعكس التونسي يعني يعتبر شخصية ما قولوش تكذب من أكثر الشعوب مجاملة 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 التونسي أنا نعرف المجتمع الجزائري بالقدار ونعرف المجتمع التونسي بالقدار الجزائري أقل مجاملة من التونسي معناها التونسي لو لك الكلمة متاعه يتكلم ما يحاول ما يجرحش وما يلزمش تتحول للنقيد اللي يجرح معناها هو الصادق واللي يجامل معناها هو الكذب فالكذب والصدق هو سعى مفهوم أخلاقي لا يمكن أن نطلقه هو سلوك عام نقوله فما مجتمعات المجتمع الشرقي مثلا في الغزل المتاعه الكذب هنا نرجع الأصدق والشي نعرف ويكذب عليه لكن نحب نصدق مثلا وماذا بيه يكذب لأنه ما نصورش أن وفاية الفيزة تقصد بالفعل نقادة تحل الأنتروبولوجيين المجتمع التونسي هو موقف 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 عالي منها من وجه موقف موقف عالي مدخل ولكن نطرح قضية خطرها مرأة تتعرض ونفس الانتروبولوجيين